بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أننا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخوانا الكرام ينطلق هذا اللقاء الطيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل الخير النبي الكريم جبار خواطر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل الخير التعليل علت وجودك في الدنيا الوحيدة العمد الصالح والدليل لو لا الدليل لقال ما شاء ما شاء الإنسان حينما يدن أجله يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا معنى ذلك أن علة وجودك الوحيدة في الدنيا العمل الصالح والعمل الصالح سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله ومتى يصلح إذا كان خالصا وصوابا خالصا ما ابتغي به وجه الله وصوابا ما وافق السنة هذا ملخص ملخص الملخص لك تقريب يعني إنسان أرسل ابنه إلى باريس ينال الدكتوراه من سوربون مدينة أكبر مدينة بأوروبا عملاقة في متاحف في متاجر في ملاهي في جامحات في سكن في دولة في وزارات علة وجود الشاب في هذه المدينة الوحيدة الدراسة علة وجوده الدراسة لذلك لا يمنع هذا أن يدخل مطعم ليأكل أن يشتري مجلة متعلقة باختصاصه أن يجلس في حديقة مسموحة لكن علة وجوده الوحيدة الدراسة لو سحبنا هذا المثل على حياة المؤمن علة وجودك الوحيدة في الدنيا العمل الصالح وإيه الدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا ما بيقول لعلي أمني الطابق الخامس لعلي أتاجر بالمادة الفلانية لعلي أعمل صالحا فلذلك المؤمن العمل الصالح شيء مركز بحياته لدرجة مذهلة لازم كل يوم يعمل عمل صالح وباليوم مرتين وباليوم خمس مرات وكل ساعة في عمل صالح الصدقه عمل صالح والنصيحة عمل صالح وبغل واردين عمل صالح رعاية الأولاد عمل صالح كل مواسع جدا كل نشاطات البؤمن عندما يستيقظ وحتى يضع رأسه على الوسادة في عمل صالح إذا تخل بالبيت شكر زوجه على الطبخ عمل صالح حمل ابنه حمله ضمه ألو عمل صالح تكلم أستاذ في عمل النفس كبير قال الطفل بحاجة باليوم إلى عشرين ضمه غير أكل وشرب واعتند فيه عشرين ضمه حتى يحس بالحنان الحنان الحنان يتشرب من الأب إلى الإبن فلذلك العمل الصالح علة وجودنا عندك وعبارة دقيقة والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ممكن اذكر لك ألف عمل صالح يعني دخل للبيت الساعة واحدة بالليل قالت والدت أنا بحاجة إلى مسكن وعاني من ألم بالرأس قال لك كل الصيدليات مغلقة سكتت لكنه يعلم أن هناك صيدليات مناوبة ومعه سيارة ما بينام مرتاح ذهب أنا فرط افتراض دار خب الصيدليات مناوبة الدواء موجود بالحالتين الدواء إما ما أخذتها بس الحال الأولى ما بينام مرتاح الحال الثاني بينام مرتاح في حساب دقيق جدا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا بالبحث الدقيق بالقرآن الكريم لفت نظري أن هناك آيتان فقط فيها كلمة القوي سوى الآية الثانية الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وآية الثالثة قالت يا أبا قالت يا أبا استأجر إن خير من استأجرت القوي الأنين شرطاني في القرآن الكريم لمن عنده موظفون قوي بعلمه باختصاصه بخبرته أمين بولائه للحق يعني كيف طبي مشهور كثير ودخله فلكي ودخله فلكي جاءه مريض بيقدر يطلب منه عشر تحاليل بيقدر بيقدر يصف له ثمان أدوية قال له وضعك يحتاج إلى حمية فقط يعرف الله عنه مشكلته حمية لا دوة ولا تحليل ولا مرنان ولا تخطيط دماغ ممكن ينطلب منك عشر تحاليل أو عشر أعمال معقدة جدا وغالية جدا وبتكلف أيام آلاف وأنت لا تستطيع أن تناقشه إكطلب الطبيب وهو يعلم علم اليقين أنت بحاجة فقط إلى حمية يحاسب الله كبير محامي بيقله للسائل للموكل والله شغلتك كبيرة كثير هاي فيها خربان بيت فيها سحب الإجازة منك بيرقده هو ما بده شيء يطلاقها هاي المهد الراقية الإنسان ما بيقدر يناقش الشخص ما فيك تناقشه الطبيب المهندس هذا البناء في خطوط عرضية على وشك الانهيار يحتاج إلى تدعيم المهد الراقية مشكلتها أن الإنسان ما بيستطيع يناقش أصحابه هذا المؤمن يعرف الله عز وجل ما بيقدر يكلف الإنسان فوق طاقته هذا الإيمان بتوهم الناس الإيمان أنه بيصلي هو بيصلي طبعا بيصوم بيحج بيزكي أقسم لكم بالله الإيمان حوالي خمسين ألف بنت بيكسب ما لك بأنفاق ما لك باختيار زوجتك بمعاملة الموظفين بمعاملة من حولك الأقوياء الضعاف قضاء فترة إجازتك أنت ممتحن بمليون بنت عندك بس نحفل مختلات أرقى 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 نساء كاسيات عريات مائلات مميلات مع رجال أجانب أرقى لما أنت تبحث عن العادات والتقاليد وما يليق بك وما لا يليق تهيت عند الله عز وجل في إله عظيم أعطاك منهج هذه مرجوز أبدا في حياتك كلمة لا ما في مؤمن له علاقة بأله بتينة جدا إلا عنده كلمة لا ما في ضغوط الله جعل الزوج رب هذه الأسرة رب هذه الأسرة بيده القرار هذه ما في الجوز لازم تعلم من حولك كزوجة كأولاد كموظفين في عندك كلمة لا أذكر أخ أحكري منه كثيرا ابنه دهس إنسان ومات الإنسان مدير أعماله زكي جدا له علاقات متينة فالما جاء الأب للحادث قاله انتهت عملنا تقرير أنه أبدأ بوغلطان الثاني غلط قاله بهالتقرير من الله ما بنفود لا أنجو من الله كتب يلي صار كتب يلي صار ودفع دية الميت وعين خمس أولاده عنده بالمعمل هذا المؤمن انتهى كل شيء التقرير انكتب بعكس ما حدث وانتهى الأمر والتقرير أودع بالمكان الأساسي قاله أبدا هالكلام مو صحيح هالكلام لا ينجيني من الله يوم القيامة أعد كتابة هذا التقرير واكتب ابني هو الغلطان والنتيجة موت مو أغماء موت وأنا أدفع الدية الكاملة وعين خمس أولاده عنده بالمعمل هذا الإيمان أخواننا الكرام نحن كلنا مثل بعضنا كلنا منأكل صباحا ومن نام ومنستيقظ ونروح لأعمالنا يعني أشياء متجابهة بمر بحياتك خمس مواقف يا بتكون بطل عند الله بطل يا بتكون أحقر من أحقر مخلوق والإنسان إذا سقط من عين عفوا إذا سقط من علوف من بناء عشر طوابئ وانحطمت أضلعه أهوى من أن يسقط من عين الله قد تكون فقير لكن أنت عند الله كبير دخلك قليل تعاني ما تعاني عندك مشكلة بالبيت بعمل بصحتك ما مشكلة هذه كلها ابتلاء وفيها نجاح أما أن تسقط من عين الله لذلك يطبع المؤمن على الخلال كلها في مؤمن حد مقبول مؤمن هادئ مؤمن كلي مؤمن تفصيلي إلى آخره إلا الخيانة والكذب المؤمن قد تزل قدمه لكنه لا يكذب تزل قدمه غلبته شهوة في توبة أما يكذب في مؤامرة كذب ليس شهوة غلبتك ولكن مؤامرة ولكنها مؤامرة خططت لها أذكر مرة كنت في المغرب وجئت إلى الشام بطائرة الطيار كان تلميذي يعني حبي كرمني وضعني بغرفة قيادة في كرسي ثالث للضيوف أحيانا أو للمفتشين أنا جلست بالغرفة بهذه الكرسي لما دخلنا إلى سوريا دققوا رأيت بعين هذه ترطوس وصيدة بينهما 500 كم بنظرة واحدة يعني على ارتفاع إلى عشر ألف متر لك أن ترى مسافة قدرة 500 كم بنظرة واحدة مرة رأيته حمص ودمشق معا بالطائرة تعلم الدرس لا ينسى كلما ارتفع مقامك اتسعت رؤيتك وطبقناها على علاقاتنا اليومية ممكن إنسان يكون بالبيت ما في طعام أبدا دخل لمطعم بالطريق وأكل أنفس الطعام بالبيت ما في أكل دبروا حالكم اعملوا مكرونا افتحوا على البيت اللحمة أما المؤمن يأكل بشهوة أهله حتى في مؤمنين لو دعوا إلى طعام نفيس باليوم التالي يأتي لأهله بمثل هذا الطعام من وفائه له فلذلك المؤمن له يعني خصائص مزهلة له آلاف الخصائص تواضع محبة اهتمام بالوالدين المؤمن ينطبق عليه قوله قوله النبي الكريم أعطي كل ذي حق حقه يعني حق والدته ما بيلغي حق زوجته وحق زوجته لا يلغي حق والدته وإذا أنت عندك شريك كونك أنت نافع لأسمان كله هو شريك بالتضامن ما تلغي له دوره ولا بأرباحه هذه البطولة أساسا والله عطاك اختيار ولحكمة بالغة بالغة بأخر العقاب أو السواب إلى مسافة أطول ممكن تعصيه ودخلك درجة أولى ومكانتك كبير ورفاه شديد وأنت في معصية الله حليم يركي الحبل بس أنت مربوط مربوط بكل معاني هذا الربط بلحظة يشد الحبل يقبطها فجأة شلل ظلم شلل أم تاب وعاد الأموال لأصحابه بعد ما أصبح صحيحا عاد إلى ما كان عليه فالله كبير والبطولة أن تفهم على الله مصيبته سميت مصيبة أنها تصيب الهدف يعني فيه كبر ترتكب غلطة تتحجها فيه إسراف ترتكب غلطة بقلب أخلاك بس بطولتك أن تفهم على الله من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر صار هو المصيبة تجي مصيبة صحية أيام أيام مالية أيام سرية أيام بعملك بجي مدير عام ما بيحبك بيلايئك بيستفزك هي مصيبة بعملك في مصيبة بالبيت في مصيبة بالصحة في المصيبة من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر أخواننا الكرام الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا أنك كلما تحريت الحق كبرت عند الله وكلما قلت عادي هي كلمة الآن حديثة بيرتكب بك عادي بيرتكب حواقة عادي بيرتكب معصية كبيرة عادي ما هي آية؟ هذه آية المحديثة عادي كلمات العوام في كلمات تلتقي مع الكفر يعني الله ما كتب له النجاح ما هو درس مسكي لا كزاب هذا ما درس ما درس أما نجح بس هي كولت وما كذب له النجاح هيك الله كاتب له ما ينجح ليشو ما درس هو عادي تعزي مشكلة حلت بك بذنب منك إلى القضاء والقدر هو عادي تعزي هي تدجيل كذب ما درست ما نجحت الله مكاتب لي إنجاح شو ما الكلام الحقيق مكاتب لك تنجاح إذا لست ما نجحت مستحيل أخوانا الكرام يعني النبي الكريم يقول يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن نعمة إذا نفرت قل ما تعود في بواقي كل البواقي قبل أن تصنع طعاما جديدا كل ما كنت ورع أكتر لا لا تعد طعام جديد قبل أن تنهي البواقي هي فيه أدب مع الله عز وجل يعني فيه لخطات مؤثرة تماما كان في منطقة محتلة في بلد عربي والجنود يلقون الخبز في المزابل وقد يبلون على الخبز صافي تلج وانعدم الطعام الشراب فاضطروا أن يأكلوا خبزا بالوا عليه الله كبير احترم نعمة الله عز وجل احترام النعمة يدعو إلى استمرارها وبالشكر تدوم النعم سبحان الله قال لي شخص مرة كلمة بس مؤثرة جدا أقسم بالله أيمان مغلطة أنه ما دخل بيته الفواكه إلا بالصناديق ولا دخل بيته حلويات إلا بالصواني الكبيرة غني كبير قالي الآن والله يا أستاذ ونقب في القمامة لعلي أرى خسة ما تاكلت أقسم بالله إيه لي حكيني من فواكه بالصناديق ومن حلويات بالعلب الكبيرة إلى التنقيب بالقمامة الله قادر يعطي يعطي ويدهش وقادر يأخذ فيدهش شلل رباعي يعني أنت خسر بالدماء ما انتهيت خلص طريح الفراش فتل عنده واحد قالي أنا طريح الفراش 36 سنة شلل رباعي صحة مو قضية سهلة لا تشكو من شيء تتحرك تدخل بيت الخلاء وحدك بتأكل وحدك اليدان طريقتان لذلك النبي قال اخشو شنو اخشو شنو وتمعددو فإن النعم لا تدوم شو التوجيه يعني انت أب كل يوم في طبخ بالبيت أنت وضعك طيب صالح بس موظف دخل له محدود بالعشر التيام الأخيرة بالشهر ما عد معه مو كل يوم طبخة تقول له نحن مندبل حالنا اليوم عنا بواقي بنعمل بيض مقلي بنعمل بنفتعل بيت لحمه مثلا اخشو شنو وتمعددو فإن النعم لا تدوم وشيء آخر إذاك دخل معقول إياك أن تنفقه كله وعاك خلي شيء بيجي وقت بحاجة إلى معالجة طبية تحليل غالي كثير ما في حولك حلاء خلي قسم من دخلك احتياط هذا الاحتياط من الذكاء مبلغ احتياط بنشأ فجأة حادث بنشأ فجأة مرض مفاجئ مضطر لتحليل كامل ما معك المبلغ بدل أن تستخرط وأن تتضعضع أمام الغني المن جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له ذهب ثرثا دينه حديث مخيف من جلس إلى غني أو قوي فتضعضع له مسكا يعني ما في شيء بالحال سيدي الله خلي الله يجبر خاطرة عندي أولاد المؤمن عزيز النفس ابتغوا الحوائجة بعزة الأنفس فإن الأمور تجرب المقادير ولما أنت بتكون عزيز النفس والله من سابع المستحيات الله يخيب ظنك ما لغي الله يا الله ما لغي لك دعاء مؤثر جدا الحديث إخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم هناك ملاحظة بحبتكم منها يعني هي مؤمر جاءتك بنتك سائرة لا تعتني بالطعام عشر أضعاف لا نزلوا عشر أضعاف عشان تحب بيتك لا تحطها بالصدر قومي عاوني أمك تحس تجايل عند أهلها مدعبة في عمل وفي طعام خشين تقوم بتميل لبيتها بعرف يعني أسرة بتأخذ الزوجة أذن من زوجة أن تمضيها عند أهلها إلى أم عاقلة جدا الأذن للمغرب قلت له بنتي قومي رحي لبيتك العصر رتبي البيت نظفي البيت استقبليه لزوجك المغرب أفضل أم عاقلة جدا مو مناخد زوجته حتى عنا شهر خليه خليه يعرف قيمتك هذا خطأ كبير كبير الله عز وجل لا ينظر إلى من فرق بين الزوجين يبدو ربه صور لأنه فلذلك الإنسان كلما كان إيمانه أكبر عنده حكمة أركم كلمة دقيقة يمكن أغلى عطاء أعظم عطاء إلهي الحكمة والحكمة لا تؤخذ بل تعطى ومن يؤتل حكمتها أنت بالحكمة تجعل العدوة صديقة وبالحمق تجعل الصديقة عدوة بالحكمة تسعد بزوجة يعني أي زوجة ما حول من درجة عشرة أي زوجة من دون حكمة تشقى بزوجة من درجة الأولى أنت بالحكمة تنمي المال القليل من دون حكمة تتلف المال الكثير يعني أكبر عقاب إلهي للإنسان أن يأخذ منه الحكمة وأكبر عطاء إلهي أن يؤتيك الحكمة ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني أيام يكون هناك وليمة أنا أحكي الآن بالحكمة في أسر هذا الطعام كله يوضع في أكياس ويجمد نفتح كل يوم كيس ناكله بعد الوليمة في أكل عشرة أيام هذا الأدب مع الله عز وجل أما أكلاف الطعام والله يلقى في القمامة طعام أنا أذكر مرة يعني إنسانين كبيرين قدم لهم منسف المنسف بطعمي حوالي خمسمائة شخص خمسة وعشرين زليحة وجمع الفوق وقطره 18 متر شفته بعيني المنسف لتنين التاكل شيء وقيتين بوقيتين بعدين كله بالقمامة بطعمي خمسمائة إنسان اتلاف النعم مخيف يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود قال لي والله ما دخل بيتي طعام إلا بأكبر بأوسع كميات الآن أنقم بالقمامة لعلي أرى شيء ما أكل الله كبير كلما احترمت هذه النعم دامت وكلما أهملتها طارت آخر نقطة والله شيء مذهل الحديث إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم أمي متى تنتصر على من هو أقوى منها على دول قوية جدا مع أسلحة نووية معهم اقتصاد العالم بيدهم متى تنتصر أمي ضعيفة على أمي أقوى منها قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذا الضعيف ما أحد ينتبه له إن أطعمته إن كان جائعا كسوفته إن كان عاريا آويته إن كان مشردا علشته إن كان مريضا أنصفته إن كان مظلوما يتفضل الله عليك فيكافئك بعمل من جنس عملك فينصرك على من هو أقوى منك في الأمة الإسلامية إذا بتحتني بضعفاء بالفقراء تهيئ لهم مساكن طعام شراب معالجة مجانية زواج مشروع زواج يعني هؤلاء الذين أكرمتهم يتفضل الله عليك فينصرك على من هو أقوى منك حفظوا الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم عندك بالمحل مؤضة بسيط كنت مرة بمحل تجاري يعني محل أقمشة حمى الصانع صغير أول توب سكت ثاني توب أنا قاعد التوب التالت قال له ما حتى تقدر قال له أنت شاب الرابع الخامس على المستودع وأنا قاعد حمل ابنه توب واحد بقوعك ظهرك يا حقير يا حقير هذا اليتيم ما لو قيمي عندك وإذا ما بتعامل اليتيم كما تعامل ابنك ما لك مؤمن إذا ما بتعامل الخادمة بالبيت كما تعامل ابنتك ما لك مؤمن بقايا الطعام طبخ نفيس عندهم وليلة لا تأكل من هاد كلي هذول هي مجربة مجربة والله في أعمال من يفعلها يسقط من عين الله خادمة يعني تشتهي الطعام طعام نفيس في عندها بقايا أدينة تعطي أمر تأكل هذول بس الله كبير عنده شلل عنده خسر بالدماغ عنده فشل كلوي تشمع كبد عنده كل مرض الله عز وجل بهد أركانك خليك ماشي صح مع الله استحي من الله كلمة الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم خلي أطعى عشرة ألاف كيلومتر مال الدوام عندك محدود لساعة واحدة بليل أنت أعدي مع أولادك ومع كناينك مفسوطة هي حاجة يروح ينامي لا في ظلم أنا معي حوادث دقيقة في خادمات انتحرنا ما تحملت عمل لا يحتمال وقهر وشدة وطعام قليل انتحرت أنا رأيي بالعبس هؤلاء الضعاف إن أطعمتهم إن أكرمتهم إن كرمتهم كمان ترقى عند الله إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز لطيف 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر